نرجع لحكاياتنا نرجع لحياة حكاياتنا بالمناسبة بس قبل ما سيب روي فيتوريا اتحاد الكرة بلغ روي فيتوريا انه يسيب الفندق فندق الاقامة اللي هو فيه قبل يوم 10 فبراير الجاري يقولوا والله احنا حاجزين لك لحد 10 فبراير والله عايز تكمل قاعدة ادفع انت اه ده اللي عندنا خلاص ايه وقتك خلص بيقولوش كده يعني بس دي ده اللي في الكلام هجماعة بالمناسبة يعني تحديدا المدربين الاجانب حتى لو احنا غضبانين منهم سواء اندية سواء منتخبات هجماعة هما ماشيين من عندنا نعملهم بمنتهى منتهى منتهى الاحترام والتقدير دي حاجة في وش بلدنا مش معنى الانازعلم انه انه خسر فروح بقى روح امشي 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 انت لو قعدت لحد يوم 10 فبراير مش هتلاقي هتيك تفتح الباب مش هيتفتح اه اتعامل انت لك معلش يعني احنا لسنا نتفاوض معاك كمان على شرط الجزاء وبتاعه منخلينا لو طافي يمكن يطلع اللطيف معانا تبقى الدنيا حلوة بس الجاول اللي هو عملناه دلوقتي مع فيتوريا وعملناه مع كيروش وعملناه مع مدربين في عندية اللي بيبص اللي بيمشي من عندنا بندوس بالراحة راجل ده بيطلع ويتكلم عننا وانا اتعاملت مع ناس محترمة وناس جميلة وناس شيك وناس بتتعامل باحترام حتى في وقت الخسارة بيتعامل لكن الجاول اللي هو بتاع ايه يوم عشر فبراير لو ما طلقتش من الفندق هطلع برا مش كده مش كده فجأة حيات ده ما تقيل يعني ما بعرفش عديها برضه